السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاتي الطالبات أسعد الله أوقاتكنا بكل خير سنتحدث اليوم عن دارس تنبؤ النمط وتنبؤ النمط هو معرفة حدود جديدة بالنمط عن طريق تطبيق قاعدة النمط وهذا ما قد سبق و قمنا به في الدرسين السابقين وهو الأنماط الهندسية والأنماط العددية فيكون لدينا نمط معين إما هندسية أو نمط عددي نقوم بمعرفة أولا قاعدة النمط ومن ثم باستخدام قاعدة النمط نقوم بإكمال هذا النمط ونتوقع أو نتنبأ مثلا الحد العاشر من هذا النمط أو الحد العشرين من هذا النمط هذا هو الجديد فقط في هذا الدرس لننتقل إلى السؤال الأول السؤال الأول صفحة 77 تتبع النمط الآتي ثم أجيبي عما يليه من الأسئلة لدينا هذا النمط كما تشاهدين هو عبارة عن نمط عددي بعملية الضرب واحد ضرب ثلاث ضرب 37 يساوي 111 وإذا قمت فعليا بضرب هذه الأعداد ستحصلين على الجواب 111 وإذا ضربت 2 ضرب ثلاث ضرب 37 ستحصلين على العدد 222 3 ضرب 3 ضرب 37 العدد 333 نلاحظ من هذه الأعداد أن هناك نمط معينا في السؤال نفسه بعملية الضرب نفسها وهناك أيضا نمط للإجابة من هذه الملاحظة نستنتج قاعدة هذا النمط وإذا علمنا قاعدة هذا النمط بإمكاننا أن نتنبأ بأي حد لهذا النمط مثلا الحد الخامس بإمكاننا أن نكمل للحد الخامس وهو سيكون طبعا 5 ضرب 3 ضرب 37 أو الحد السادس وبناء على هذه القاعدة بإمكاننا أن نستنبط أي حد آخر لنتبع النمط أولا نلاحظ بأن أول عدد هنا بالضرب هو عبارة عن رقم الحد فالحد الأول يبدأ بالرقم واحد الحد الثاني يبدأ بالرقم اثنان الثالث بالرقم ثلاثة الرابع بالرقم أربع وعليه فإن القاعدة ستتغير أول عدد في عملية الضرب بناء على رقم الحد أما العددين ثلاثة وسبعة وثلاثون فنلاحظ بأنهما ثابتان في هذا النمط أي أن المتغير هو زيادة واحد على الرقم الأول وبناء عليه نتوقع بأن الحد الذي يليه هذا الحد هو خمسة ضرب ثلاث ضرب سبعة وثلاثون كما هو موضح في فرع ألف هنا بالسؤال لننتقل إلى النمط بالإجابة النمط بالجواب واضح بأنه في الحد الأول الذي استخدمنا فيه الرقم واحد في الضرب كانت الإجابة عبارة عن مئة وأحد عشر أي تكرر رقم واحد ثلاثة مرات في الحد الثاني واستخدمنا به الرقم اثنان تكررت الإجابة الرقم اثنان ثلاثة مرات في الحد الثالث كان الجواب الرقم ثلاث ثلاث مرات وفي الحد الرابع فإن الجواب الرقم أربعة ثلاث مرات طبعاً السؤال فرع ألف استخدم النمط السابق في إيجاد ناتج كل مما يأتي ثم تحقق من صحة الحل بناء على ذلك فان هذا الحد هو الحد الخامس اي سنكمل على نفس القاعدة بما انه الحد الخامس اذا سنكرر العدد خمسة ثلاثة مرات